شباب، أيها الرجال، تأيّتها الوخت المسلمة، يجب أن نعد أنفسنا لنكون قادة للدنيا، ولنكون موجهين للدنيا، ولنخرج الناس من الظلمات إلى النور. يجب أن نعد أنفسنا بالإيمان، بحفظ كتاب الله، بالتمسك برسالة الله، يجب أن نعد أنفسنا بالعلم، فالعلم الذي يبني الحضارة، ويبني المستقبل، ويبني الحياة، فالحياة بكل أشكالها. يجب أن نعد أنفسنا لنحمله قيم، والأخلاق، والمبادر، إن علمة بالأخلاق لا وجود له. لذلك، سهدى الجيل اليوم، هو الجيل الإيمان، وجيل الألم، وجيل الأخلاق، وبه سينتصر شعبنا إن شاء الله، وبه سيدق تحرير فلسطين، تحرير القادس، تحرير رياسة وحيسى وعكة، كل فلسطين أرض الإسلامية، إنها أرض الإسراء والمراج، إنها وقف الإسلامي، لا يبني كتير، ولا ملك ولا رئيس، لن يتنازل عنها. شاهد أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، والمعركة مستمرة، والصراع مستمر، والله وعدنا بالنصر والتركين. اشتركوا في القناة